أنا عايز لك الأولى خليفة على الحاجة وعرجع لك تارية كابتال كريم في حتة فنية مهمة مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد لو أنت متوسم في خير وكلنا متوسمين إن شاء الله يعني متوسم في خير نفسك مجلس الإدارة تعدى النادي الزمالك دوة لما أحلامك حتى كزمالكاوي نفسك يعمل إيه الفترة القليلة القادمة أو القصيرة القادمة والفقرة طويلة الأمد أنا شخصيا نفسي أحس إن الزمالك بيمشي على الطريق الصحيح مش شايف إن الأحلام يعني دايما تحقيقها أحلام أنا عايز إن الواقع يكون فيه اتجاه ماشي لقدام الأحلام صعبة شوية تحقيق يعني أنا واحد زي ما أقول لك الفرق الراضي عايز إن نجمل فناني ونجمل علاني ونجمل كذا كذا بس لازم بقى فيه إدراك للمشاكل اللي موجودة في النادي فيبقى فيه وعود اتقدمت بالحلول ولكن أنا أعتقد هي مش عاصة سحرية أعتقد إن اللي مطلوب إن أنا كمشجع للزمالك أو غيري مش مشجع للزمالك أو أي حد يبص فيه على خريطة الزمالك يحس إن النادي ده بيمشي على الطريق الصحيح للأمام سواء على عمل مؤسسي عمل اقتصادي لإن الاختصاد والثورة الإنشائية بيصلحوا الفلوس الفلوس هي اللي حتعمل فرق رياضية جيدة فأنت كل خطوة الناس وكل الجماهير تحس إن كل لحظة بتعدي النادي بيمشي لأدام مش مهم يكون بيعمل قفوزات ولكن المهم يكون بيمشي في الطريق السليم التعيينات جوة نادي الزمالك لازم تكون لها أسس إن الناس تبقى عارفة هي جاية تشتغل فين وجاية تشتغل إيه وجاية تعمل إيه وحتتحسب على إيه فأعتقد إن اللي مطلوب ده مطلوب في شكل عام إنما بقى كفرق رياضية أعتقد إن محتاجة خطوات مظبوطة وإن الناس تعرف يعني مثلا بالنسبة للموسم الزمالك الكروي مثلا أعتقد من بداية الموسم صعب جدا إن الزمالك ينفس على الدوري يعني طبعا الكلام ممكن يكون مش على هوا كتير من جمهير الزمالك ولكن لو تبص من دي وان الزمالك بيأمتلك في قيمته اثنين لعبة بتروح لمنتخب مصر تلعب والثالث بيروح علشان خاطر اللي هو الحارس الثالث بيروح يشارك كده يعني فما فيش فرق بتاخد دورة هي عندها في كل قوامها أجانب ومصريين وكل القوام كده اثنين لعبة دوليين فيبقى الزمالك عنده هدف تاني البطولة اللي هي ما فيهاش فرق قوية اللي هي لكون فدرالية فالزمالكي بقى عنده الهدف ده طبعا عشان تحقي الهدف ده محتاج تدعيمات اه محتاج تدعيمات تتناسب مع الهدف ده وتقدر تكون ده اللي انت بتشتغل عليه وبتشتغل على تحسين الفريق تحسين الفريق بقى أنت تتخلص من العناصر اللي هي أقل جودة من النادي وتبتدي تعمل أب جريد بالعناصر دي مش لازم الأب جريد يتم في فترة انتقالات واحدة بس الناس تحس في أول فترة انتقالات أن الفريق بيمشي على الطريق السليم والطريق الصحيح بس عظيم جدا